أحمد مصطفى زيزو نجم نادي الزمالك بيشهدت على صعوبة المباراة مباراة فريقه نادي الزمالك ضد نادي الأهلي في لقاء كأس السوبر الإفريقي زيزو بيشوف أن المواجهة حتكون مواجهة قوية للغاية لا سيما طبعا أنها ستجمع بين أكبر فريقين في القارة السمراء هذه تصريحات زيزو حوار أجراء مع الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف يوم الثلاثة لو مبارح يعني لو مفروض النهاردة كشف زيزو أنه بيستهدف التتويج بلخب كأس السوبر الأفريقي التاني في مشواره الكوروي مع نادي الزمالك أوضح أن شغف الجماهير بهذه المنافسة هيكون كبير وهو ما يمنحه هو وزملائه دفعة أو دفعة قوية زيزو كمان قال أنها ستكون مباراة قوية للغاية لأنها ستجمع بين فريقين كبيرين جدا بيمثلوا القارة الإفريقية ليس بنتكلم فقط أنهم بيمثلوا الكرة المصرية بنتكلم على أكبر فريقين في القارة الإفريقية هدفنا هو تقديم مباراة كرة قدم ممتعة طريق بإيه الكرة المصرية جهاز الفاني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بيعمل مع اللعبة من أجل تحقيق هذا اللقب كأس السوبر الإفريقي زيزو كمان أكد أن هي أهم نقطة في المباراة هي التركيز الكامل في سير اللقاء واستغلال كافة الفرص ركز كمان على احترام المنافس عشان هو بيتمتع بتاريخ كبير وعريق هدفنا تحقيق اللقب خاصة أن الزمالك بيملك قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخريج سيساندنا أنصرنا هناك في المباراة بالتالي هدفنا سيكون إسعاد الجماهير الغفيرة لنادي الزمالك في السعودية كمان بيوشير زيزو أن الأجواء في المملكة أرينا ستكون رائعة سيكون هناك تركيز كبير من الجماهير المصرية ومن الجماهير السعودية على حضور المباراة وهو أمر سيسعدنا كلاعبين سيحمسنا أيضا لأنني نقلا طبعا على زيزو قال أن المباراة بين أكبر فريقين في القارة السمراء بالتالي شغف الجماهير تجاهها سيكون شغف كبير وهو ما يمنحنا دفعة أو دفعة قوية زي ما قلنا أنه هو هدفه كلاعب هو التتويب بكأس السوبر الإفريقي دي أبرز ملامح أبرز تصريحات زيزو قبل المواجهة مواجهة يوم الجمعة من كأس السوبر الإفريقي